إخواني السلام عليكم هذه فتوى الشيخ فركوس فيما يخص حكم قراءة الإنجيل والطورات السؤال ما حكم قراءة الإنجيل والطورات وما الجواب عن شباة ثبوت قراءتها عن شيخ الإسلام الجواب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أما بعد فلا تجوز قراءة الكتب التي امتزج فيها حق وباطل درءا للمفسدة الحاصلة بقراءتها على دين المسلمين والمبتغي للحق يجده في مصدر الثقة والإهتمان وهما الكتاب والسنة إذ لا يخرج الحق عنهما ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كتب آل الكتاب كما في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمتهو يكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفس بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذب به أو بباطل فتصدق به والذي نفس بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني هذا ومن كان محصنا بعلم الكتاب والسنة واحتاج إلى نصرة الدين وإعلاء كلمة الحق بدراسة كتب أهل الأهواء والبدع والمتكلمين دراسة نقدية معمقة لإضاح عوارها لإضاح عوارها وبيان تناقضها جاز له ذلك وللعالم المتمكن كما هو صنع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع كتب المناطقة ورده على المنطقيين والفلاسفة كما درس كتب الرافضة من أهل الشيعة ورد عليهم في كتاب منهاج السنة النبوية في نقضي كلام الشيعة القادرية كما بين رحمه الله التناقض الحاصل بين الأناجل المختلفة وضلال النصارى في معتقد في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح والعلم عند الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما والسلام عليكم